أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قصف إسرائيل للمستشفى المعمداني في مدينة غزة هو فاجعة كبيرة وجريمة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها وأن نجعلها تمر بدون حساب وأكد عباس أن حكومة الاحتلال قد تخطط كل الخطوط الحمراء مشددة على أن القيادة الفلسطينية لن تسمح لها بالإفلات من المحاسبة والعقاب منذ اليوم الأول للعدوان عملنا على حق ندماء شعبنا وأمام هذه الفاجعة التي حدثت الليلة وحرصا على أبناء شعبنا قررت قطع زيارتي والعودة لأرض الوطن لأكون بين أبناء شعبي في هذه المحنة الكبيرة كما اتفقت مع الأشقاء في الأردن ومصر على إلغاء القمة المقررة رفيع عمان اليوم مع الرئيس بايدن وأدعو الجميع في هذه اللحظات لرص الصفوف والوحدة وعدم حرف البوصلة وعدم الإنجرار للفتن التي لن يستفيد منها إلا أعداء الشعب الفلسطيني 75 عاما من المعاناة ومن التشرد والاحتلال والاستيطان والجرائم والانتهاكات المخالفة للقانون الدولي والعالم في صمت مطبق حذرنا المجتمع الدولي من عواقب جرائم الاحتلال الإسرائيلي وأطالب في هذه اللحظات العصيبة بمحاسبة حكومة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا